المسكين بالروح أحبائي هو الذي يعرف حقيقة نفسه أنه لا شيء يعني يعترف بعجزه الكامل أمام الرب يعني بكلمة أخرى يعلن إفلاسه الروحي الكامل ما عنده شيء يعني لا يستطيع أن يأتي بذات أو بكبرياء أو بكفاءة أو بأي إمكانية سوى بكل بساطة بيلقي حياته على نعمة ورحمة الله طوبة للمسكين إنها بداية التطويبات وهي البداية أحبائي هي أساس لكل البركات طوبة للمسكين بالروحية تمهيد لكل بركة ما تأتي بعدها وكل تعليم بيتكلم عنه الرب يسوع له كل المجد هي الموسيقى هي النغمة اللي فعلا النغمة الأولى اللي بتمهد لكل العزة على الجبل أحبائي يعني لا تعني إنه الإنسان بيكره نفسه أو بيقلل من أهميته أو التواضع الكاذب أو التواضع المصطنع لكن بكل بساطة تتكلم عن شخص مثل ما هو أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي ولكن بيعرف حالته إذا عاوز يجي أمام الرب ما بيقدر يجي بكبرياء ولا بأي ذات ولا بأي شيء صالح فينا فهو بكل بساطة بيعلن إفلاس كامل إفلاس روحي أمام الرب فالمسكين هو اللي بيشعر بالحاجة الملحة إلى الله والمسكين هو اللي عاجز أن يوفي بقدرته الزاتية على نقيد هذا العالم بيمدح الزات طبعا ولفت الأنظار والانتباه إليه أما المسكنة الروحية أن نكون أمناء مع أنفسنا مثل ما ذكرت أن لا نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي بل نرتقي إلى التعقل فالمسكين بالروح هو فقير دائما إلى نعمة وإلى رحمة الله المسكين أحبائي هو اللي بيعتمد بالكامل على الرمض